السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام الحديث اليوم إن شاء الله عن الحروف الناسخة وقد تحدثنا في الدرس السابق عن الأفعال الناسخة واليوم إن شاء الله سنتكلم عن الحروف الناسخة والحروف الناسخة هي إِنَّا أَنَّا كَأَنَّ لَكِنَّ لَيْتَ لَعَلَّ نقول مرة ثانية إِنَّا أَنَّ كَأَنَّ لَكِنَّ لَيْتَ لَعَلَّ نلاحظ إن الهمزة مكسورة والنون مشددة وأن الهمزة مفتوحة والنون مشددة نقول مرة ثانية إِنَّا أَنَّ كَأَنَّ لَكِنَّ لَيْتَ لَعَلَّ نقول إن وليس إن لأن إن شرطية تدخل على الفعل مثل إن تذاكر تنجح ونقول أن وليس أن فأن تنصب الفعل المضارع أما إن وأن المشددة النون تدخل على الجملة الإسمية نعطي مثالاً ونقول الطالب نشيط الطالب نشيط الطالب نشيط جملة إسمية تتكون من مبتدأ وخبر الطالب مبتدأ ونشيط خبر والمبتدأ والخبر مرفوعان دائماً كان وإن تتنازعان على الجملة الإسمية فلجأت إلى المحكمة فكررت المحكمة أن تنصب كان وأخواتها الخبر كما نرى الآن إذا أدخلنا كان على الجملة الإسمية نقول كان الطالب نشيطاً ماذا فعلت كان نصبت الخبر ومن لم يتابع درس الأفعال الناسخة سأترك لكم رابطاً أسفل هذا المقطع إن شاء الله ومن تابع درس الأفعال الناسخة وفهمه فهماً جيداً فهذا الدرس يعتبر عكس كان وأخواتها لا يحتاج مجهوداً فهو أسهل مما يكون كان الطالب نشيطاً ماذا فعلت كان في الجملة الإسمية نصبت الخبر عمل كان أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر المبتدأ أصلاً مرفوع فنصبت الخبر في هذه الجملة إذا أردنا أن ندخل إن على الجملة فماذا سيحدث نقول إن الطالب نشيط لاحظوا الجملتين كان الطالب نشيطاً كان نصبت الخبر وإن عكسها إن نصبت المبتدأ إذا كانت الجملة إسمية وأدخلنا كان عليها كان تتحكم في الخبر تنصب الخبر وإذا كانت الجملة إسمية مبتدأ وخبر إن تنصب المبتدأ فقط فتغير المبتدأ فقط كما نرى كان نصبت الخبر وإن نصبت المبتدأ وفي كل الأحوال نقول كان الطالب نشيطاً الطالب اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة ونشيطاً خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة إن الطالب نشيط الطالب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة ونشيط خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الفرق بين كان وإن كان أفعال ناسخة أما إن وأخواتها فهي حروف ناسخة وسميت بناسخة لأنها مغيرة ماذا غيرت؟ غيرت حكم المبتدأ والخبر المبتدأ من الرفع إلى النصب وغيرت اسم المبتدأ من مبتدأ إلى اسم إنا ومن كلمة خبر إلى خبر إنا وهذا الكلام ينطبق على إنا وأخواتها إذن ما عمل إنا وأخواتها؟ عملها أنها تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها هذا عمل إنا وأخواتها تابعوا معنا الحروف الناسخة هي إن وتفيد معنى التأكيد أو التوكيد كلاهما صواب نقول إن العلم نور وكانت الجملة قبل دخول إن العلم نور فدخلت إن نصبت المبتدأ فصار إن العلم نور وأن تفيد أيضا التأكيد أو نقول التوكيد علمت أن الطالبين ناجحان والفرق بين إن وأن إن تأتي في بداية الجملة المكسورة الهمزة تأتي في بداية الجملة أما أن فيجب أن يأتي قبلها كلام مثل علمت أن سمعت أن يصرني أن يجب أن يأتي قبلها كلام حتى نستخدم أن المفتوحة الهمزة وعلمت أن الطالبين ناجحان الطالبين هنا اسم أن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وناجحان خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الآلف لأنه مثنى وكأن تفيد التشبيه مثل كأن الشمس كرة من اللهب شبهنا الشمس بأنها كرة من اللهب والشمس هنا اسم كأن منصوب وعلامة نصبه الفتحة وكرة خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضمة لكن تفيد الاستدراك مثل الشمس صاطعة لكن الجو بارد ومعنى الاستدراك وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم من كلام سابق فإذا وصفنا الشمس بأنها ساطعة يتوهم السامع أن الجو حار فنزيل هذا الوهم بقولنا لكن الجو بارد والشمس مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وساطعة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة ولكن حرف ناسخ مبني على الفتح الجو اسم لكن منصوب وعلامة نصبه الفتحة وبارد خبر لكن مرفوع وعلامة رفعه الضمة وليت تفيد التمني والتمني وهو الشيء الذي يستحيل حدوثه أو يصعب حدوثه مثل ليت السلام منتشر بين الناس هذا أمر يستحيل تحقيقه وإذا تم تحقيقه فنجد أن العالم يعيش في سلام وطمأنينة ليت السلام منتشر بين الناس ليت الشباب يعود يوما ونستخدم ليت مع الأشياء التي يستحيل حدوثها أو يصعب حدوثها أما لعل فهي تفيد الترجي ونستخدم لعل مع الأشياء الممكنة الحدوث أو التي يسهل حدوثها مثل لعل الفرج قريب إن شاء الله الفرق بين ليت ولعل نعطي مثالا بسيط لو كان الجو حار وأنا في منطقة يصعب سقوط المطر فيها في الصيف فأقول ليت السماء ممطرة أما إذا كنت في الشتاء ورأيت السماء غائمة والغيوم كثيفة ومهيئة لسقوط الأمطار فأقول لعل السماء ممطرة وهكذا وننتقل إلى أمثلة إعرابية المثال الأول إن المجتهدين متفوقون إن حرف الناسخ يفيد التأكيد مبني على الفتح ينصب المبتدأ ويرفع الخبر المجتهدين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم متفوقون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم وننتقل إلى جملة أخرى ونقول لعل الطالبات متفوقات لعل حرف الناسخ يفيد الترجي مبني على الفتح ينصب المبتدأ ويرفع الخبر مثل إن الطالبات اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الكسرة نركز مع جمع المؤنث السالم علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم متفوقات خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وننتقل إلى مثال آخر كأن أخاك أسد كأن حرف الناسخ يفيد التشبيه ينصب المبتدأ ويرفع الخبر أخا اسم كأن منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه أسد خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضمة وننتقل إلى مثال آخر إنك مخلص إن حرف ناسخ مبني على الفتح ينصب المبتدأ ويرفع الخبر الكاف ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن وهذا ينطبق على أي ضمير يتصل بالحروف الناسخة يعرب نفس هذا الإعراب الثابت ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن أي ضمير يتصل بالحروف الناسخة يكون إعرابه ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن مخلص خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة وأصل الجملة أنت مخلص حينما أدخلنا عليها إن قلنا إنك مخلص لو كانت الجملة هو مخلص وأدخلنا عليه إن نقول إنه مخلص قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة نلاحظ هذا المثال إنما المؤمنون إخوة أليست إن هذه التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر لماذا جاءت كلمة المؤمنون هنا مرفوعة وليست منصوبة نقول لأن إن دخلت عليها ماء الزائدة فسميت بإنما الكافة والمكفوفة وتتكون كلمة إنما من إن زائد ماء الزائدة وما هنا كافة لإن عن العمل وإن مكفوفة أي لا تعمل في هذا المثال ويكون إعراب الجملة بعدها كلمة المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم إخوة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة فإن هنا لم تعمل وليس لها أي تأثير وتدخل ماء الزائدة على الحروف الناسخة فتكفها عن العمل ما عدا ليتا يجوز أن تعمل ليتا ويجوز أن تكفها عن العمل مثل ليتما العدل سائد أو ليتما العدل سائد نلاحظ الجملتين الجملة الأولى ليتما العدل سائد إذا وجدنا بعد ليتما الإسم منصوب فهنا ليتا عملت وما لم تؤثر فيها إذا وجدنا بعد ليتما الإسم مرفوع تكون في هذه الحالة ما كفت ليتا عن العمل ولم تعمل ليتا ويكون الإعراب كما سنرى ليتما العدل سائد العدل هنا اسم ليتا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه مفرد سائد خبر ليتا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والجملة الثانية ليتما العدل سائد العدل هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وسائد خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة إذا رأيت كلمة إنا بدون حركات فكيف أنطقها إذا كان بعدها اسم فهي إن المشددة وأنواع خبر إنا وأخواتها يأتي مفردا ويأتي جملة اسمية أو فعلية أو يأتي شبه جملة من الجار والمجرور أو الظرف والمضاف إليه ونقول في هذه الحالة خبر إذا كان جملة فعلية أو اسمية نقول والجملة الاسمية أو الفعلية في محل رفع خبر إن أو أخواتها وشبه الجملة في محل رفع خبر إن وأخواتها ليس هناك تغيير ومن لم يعرف أنواع الخبر سأترك لكم رابطا لأنواع الخبر وعلامات الإعراب الأصلية والفرعية أسفل هذا المقطع إن شاء الله وإلى هنا نكون قد انتهينا من شرح درس الحروف الناسخة وأدعو الله لي ولكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة